اخترنا معادلاتنا وهذه المعادلة هي اللي مذكورة أمامي هنا وانتبه بأنه الفي اي تربيع بكنسيلها من المعادلة خير شار ليش؟ لأني أدري أن الجسم بدل حركة من السكون وبالتالي في اي تساوي صفر فلا بقاء لها في معادلتي تكينا من في اي نطبق الآن لاثنين هذه مالة القانون التسارع 0.2 لأنه ما اعطي نياس المسألة والدي التركها دي مجهولة هي اللي قاعدة دور عليها دي الفي الفاينل قيمتها سابعين بحط سبعين ولا تنسوا التربيع في اجراءات اللي بقعت رياضيات بس اهني انتهى دور الفيزيكس اخترنا بالفيزي المعادلة المناسبة الباقي هي اجراءات رياضية حسابات وبالكالكوليتر بالآلة الحاسبة تجد بانه ذي المسافة دي رح تساوي سبعين تربيع قسمة اثنين في بوينت تو يعني بوينت فور فلما تقسم سبعين تربيع على البوينت فور بتوصل الى ان المسافة المقطوعة اثنين وخمسين متر انجزت المطلوب مني في المطلوب الثالث الثاني الآن في الجزء الثالث من سؤالي واش طلب مني سؤالنا ونفهم ونحلل السؤال بطريقة صحيحة قال لي ابي منك توجد لي الزمن اللازم للسيارة من اجل ان تقطع مسافة تسعين متر اذا اعطاني distance دي موجود المسافة المقطوعة مطلوب مني time t هذا المطلوب في سؤالي الآن بفكر بسؤالي وبروح لمعادلاتي يبون اوجد زمن انتبه لو سماحت شلون طريقة التفكير عشان تكون يعني لك خبرة في الحل هنا الاولى فيها time ترى فيها زمن ولكن هذه معادلة فاشلة تفكر ليش طيب المعادلة الاولى فاشلة ولا تصلح لحساب الزمن مع انها تحتوي على الرمز تي موجود time في المعادلة الاولى فاشلة لانه هذه عشان اطلع الزمن بحتاج تسارع اوكي معانا تسارع الفي اي اوكي معانا صف بس مشكلتي انا ماري على الفي فاينال عقب تسعين متر جموصل الفي فاينال السرعة ما ندري عن الفي فاينال خير شار المعادلة الثالثة فاشلة لانه مباشرة طالع المعادلة بكبرها ما فيها time خير شار time غير واردة في المعادلة ولذلك كاختيار ذكي لك كطالب ذكي و متمرس بحل مسألة الفيزياء بتختار المعادلة الخاصة ب حساب دي اف ودي اي وفي اي تي طبعا دي اي في رمز المعادلة تمثل الموقع الابتدائي وغالبية اسئلتنا بتعتبر الموقع الابتدائي ان الجسم بدأ الحركة من نقطة الاصل وبالتالي هذه دي اي لانه بدأ من نقطة الاصل تعتبر صفر هذه في اي صفر والtime انا ادور على time مجهول بس الصفر في تي يساوي صفر صفر بمليون يساوي صفر صفر في اي شيء يساوي صفر فيلغى الحد الثاني من معادلتي ايضا لانه في اي زيرو واشي يبقى في معادلتي انه دي المسافة المقطوعة نص اي في تي تربيع وهذا اللي نشوفه احنا في تعويض معادلاتنا اللي تشوفه امامكم باني اخترت معادلتي بعد اختيار المعادلة وخطوة تحديد معادلة الحل بنبدأ بالتعويض انا في التعويض ذكرت لكم دي اي بنكنسلها لانه بدأ من نقطة الاصل لانه السؤال مقل اللي بدأت السيارة على الحركة على بعد خمسين متر من المنزل او على بعد سبعين متر من المدرسة ما حدد نقطة بداية هنا الفي اي صفر ايضا يتبقى لنا نص في اي في تي تربيع هذه نص مالت القانون هذه الاي بونت تو وتي تربيع هي المجهول والمسافة المقطوعة تسعين عطانيها سؤالي ثم نكمل اجراءات الحسابات الرياضية وبالتالي نتوصل ان تسعين اللي بقيت عندي بس تسعين نص في بونت تو في تي تربيع وانتبه لان معادلة تربيعية ستجد بانه هذه تي تربيع كخبرتك في الرياضيات بتقسم تسعين على ناتج ضرب النص في بونت تو هذه تي تربيع تساوي تسعين قسمة النص في بونت تو هذا بكبر هتطلع قيمتها زيرو بونت وان زي لما بقسم تسعين على بونت وان بيعطيني الجواب تسعمائة فتي تربيع تسعمائة بس انا اوبي تي زيش اسوي عشان اطلع تي رياضيات باخذ الجذر هنا والجذر هناك اذا خذينا جذر تي تربيع صارت عندنا تي وجذر التسعمائة ثلاثين والوحدة سكند لاني قعد ادور على زمن والمطلوب مني حساب زمن ارجو بانه كانت خطوات الحل واضحة في هذا التدريب الاول واللي اتمنى من ابنائي الطلبة اذا فيكو احد سجل الحلقة او اذا حد بيرجع يتابع البث المسائي او اليوتيوب اترك الحل وقف العرض وحل انت وقارن حلك مع اجابة السؤال لاجل تزيد خبرتك في التعامل مع هذه المسائل الخاصة بمعادلات الحركة في مثال ثاني اخترنا لكم من الكتاب هذا سؤال في كتابكم بصفحة 75 وانا تعمدت اوضع الصورة نفس ما هي موجودة في كتابك لاجل انه نتعود دائما على ارتباطنا بالمنهج سؤال 17 في صفحة 75 يوضح لي عن حركة متزلج على لوح تزلج بسرعة منتظمة اذا هذا المتزلج قاعد يمشي بسرعة ثابتة 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 اذا مخك بي تنتج معناته يا استاذ تسارع صفر لان السرعة ثابتة ما قاعدة تتغير فعلا الحركة في بدايته كانت بسرعة منتظمة وتسارع الصفر ثم بدأ هذا المتزلج صعود مستوى مائل بدأ يصعد جبل ولذلك اثناء صعود الجبل سيتم تباطئ للحركة واعطاني معلومة السؤال ان تباطئ الحركة بتسارع منتظم قيمة 0.2 متر على سكان تربيع انتبه ارجوك التسارع اللي اعطاني اياه 0.2 زين شنو بتضيف انت كشخص عندك تفكير صحيح وفاهم الفيزياء صح شنو بتضيف من عندك انت اضافة لهذه المعطيات اللي بسؤالي صحيح تفكيرك صحيح بتقول انه اضيف اشارة سالبة لانه الاستاذ قل لان الحركة في حالة تباطئ ولذلك الكتاب ما حطالي سالب بس عبر عنها لفظيا بالكلام قال تباطئ انا بترجمها رياضيا كاشارة سالبة ولذلك الان المطلوب بسؤالي ما الزمن الذي يستغرقه المتزلج في صعود المستوى المائل يعني من كان ماشي بسرعة ثابتة عقوب بدي يصعد الجوزين كام خذ وقت على بال ما وصل هاي القمة كام خذال التايم انا اجتهدت باسلوبي عشان اوضح السيناريو اكثر لكم هو السؤال في الكتاب كان لفظي بالشكل المعروض امامكم ولكن حاولت يعني قدر استطاعتي امثل هذا السؤال بنموذج الجسيم النقطي لاجل انه الفكرة توصل بشكل اوضح لكم وانتبه في نموذج الجسيم النقطي اللي امامنا الجسم كان في البداية ماشي بسرعة منتظمة وتلاحظ هنا لنموذج نقطي هي نقاط نفس المسافات وبالتالي في هذه الفترة سرعة الجسم اللي كان ماشي عليها لين ما وصل بداية المرتفع كانت السرعة بقيمة 1.75 هذه السرعة اللي كان ماشي عليها الجسم الان بداي يصعد اثناء الصعود بتلاحظ لو رسمت متجهات السرعة كل ما صعدنا فوق متجه السرعة قاعد يقل متجه السرعة قاعد يقل يقل وين ما ينتهي الصعود طيب متى ينتهي الصعود المتزلج ويوقف عن الصعود اذا اصبحت سرعته صفر ولذلك ترى انتبه السؤال ما قال لي ترى سرعته في الاخر صفر لا السؤال ذكر لي عند انتهاء الصعود انا تلقائيا بفهم ان الصعود انتهى عندما توقف في الجسم لو ظلم تحرك شان بيصعدها زياد بس هو توقف عن الصعود بسبب ان سرعته اصبحت صفر وهذا انا ذكرت انه عند انتهاء الصعود سيتوقف الجسم طيب توقف الجسم ذكرت لكم في اول درسنا اليوم ما دام السؤال ذكر توقف للجسم استنتج بانه الفي فاينال تساوي صفر هذا اللي سويت الان هو تحليل لمعطيات السؤال واضيف لكم على هذا الرسم ان تسارع الجسم اللي امامي وحسب معطيات سؤالي سيكون تسارع سالب ليش تسارع سالب لانه صار حالة تباطؤ في الحركة وبالتالي هذا اللي خليني اسهل على نفسي فهم القصة وسجل الاي بقيمة سالبة لحظ هو القيمة اللي اعطوه نموجة بونتو بس انا على حسابي بضيف السالب انا على حسابي بضيف السالب لاني قررت بان الحركة في حالة تباطئ ولذلك بنكتب معادلات الحركة مثل ما سويت في السؤال السابق لاجل اني احدد اي قانون يناسب حل السؤال انا اردى سؤالي مطلوب من عندي زمن يعني المجهول عندي تايم تي لذلك اول معادلة بس تبعدها هاي المعادلة لاحظ ما فيها تايم خلاص هاي شلناها بقع لاندي الان تفكيري مشغول بين معادلتين الاولى والثانية المعادلة الثانية فيها تايم صحيح وهذا التايم بيحتاج الى تسارع التسارع موجود عندي حق صعود المرتفع الان الفي اي موجودة حق تسارع بداية صعود المرتفع بس المشكلة عندي اذا انا مادر كم المسافة اللي قطعها الجسم اثناء الصعود لانه هذا الديستنس مفقودة اذا معادلة فاشلة ولا تعتمد لحل السؤال ولهذا بتكون انت كطالب مفكر ولك خبرة صرت في تعامل تعاملنا مع التسارع وتاخذ انت قرار بالمعادلة الاولى هي المعادلة اللي بتنجح في حل السؤال لذلك باختار معادلتي وببدأ التعويض انا مادام انه توقف في النهاية اذا البيت فاينال صفر السرعة الابتدائية وان بوينت سبين فايف الاي بعوضها بقيمتها السالبة لا تنسى والتايم مجهول عندي انتهى دور الفيزياء والبقى على خبرتكم في الرياضيات معادلة بمجهول واحد بحول الماينس بونت تو تي كاجراء رياضيات قاعدة اتكلم بحولها الصوب الثاني بتصير شارتها موجبة والوين بونت سبين فايف تمت بمكانة زينا انا بالتايم فبقسم على اللي مع التايم بونت تو وبقسم على بونت تو الطرفين وبالتالي نجد ان الزمن المحسوب ايت بونت سبين فايف